ولمزيد من التفاصيل حول لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تنضم إلينا الزميلة سالي سالم مرسلة التلفزيون المصري سالي يعني بعد التحية ضعينا في أجواء هذا اللقاء وما رشح منه حتى هذه اللحظة تحياتي لكم ولمشاهدين الكرام من مقار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نتابع مع حضراتكم تفاصيل زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي لمقر الجامعة في إطار زيارته للقاهرة للقاء عدد من المسؤولين هذه الزيارة التي بدأت صباح هذا اليوم بلقاء سنائي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيط ثم أعقب هذا اللقاء جلسة على مستوى المندبين الدائمين للجامعة والتي افتتحها الأمين العام لجامعة الدول العربية ووجهت الكلمة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي والتي بدأ خلالها ببعض النقاط نستعرض أبرز وأهم ما جاء في هذه الكلمة بدأت بالترحيب والسناء على الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية في حث الجهود وجهودها الحثيثة من أجل تعزيز العمل العربية المشترك الذي هو أساس خدمة مصالح الشعوب وخصصا الشعب الليبي وتحدث عن آخر المستجدات التي تدور في الدولة الليبية والتطورات المتسارعة في الأمور والأوضاع وأيضا المصالحة الشاملة الوطنية التي تتم في دولة ليبيا والتي يشرف عليها المجلس الرئاسي الليبي وتحدث أيضا عن الأزمات التي دارت في الدولة الليبية وكادت أن تعصف بالبلاد لولا هذه الجهود الوطنية وتحدث أيضا عن ما يخص عمل اللجنة العسكرية 5 زائد 5 والتي نجحت في وقف إطلاق النار وأيضا خروج المرتزقة وتوحيد الجهود بين المؤسسة العسكرية والأمنية وهو ما أكد على ضرورة استمراره هذه الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والاستقرار والعودة بالاستقرار في البلاد وصولا إلى الاستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستقرار الشعب في ليبيا تحدث أيضا عن الدعم الذي يحظى به من قبل الدول العربية والإفريقية تحت مظلت جماعة الدول العربية هذا الدعم الذي يساهم في تحقيق هذه المصالح والمصالحة الوطنية التي تتم وأكد على إيمانه الكامل بأن هذه المصالحة الوطنية التي تتم لابد أن يكون فيها جميع المكونات الاجتماعية والأطراف السياسية لتحقيق رغبة الشعب الليبي وأختيار قياداته وممثلي هذه المصالحة التي هي تحقق الاستقرار إلى البلاد هذا هو أبرز مدارة في هذه الجلسة الخاصة التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين في الجماعة بعد اللقاء السنائي الذي تم صباح هذا اليوم وهذا هو أبرز مدارة في الكلمة الخاصة برئيس المجلس الرئاسي الليبي والكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الستوديو